ايه زومي عندها 15 سنة عايشة مع مامتها في بيت بسيط البيت ليه ملحق حمام شعبي للرجال لكن مقفول من سنة الام فودابا حريصة تكون جمي بنتها في كل الظروف ايه زومي بنت بتسرح كتير وقليلت الكلام الصبح وهي رايحة المدرسة مامتها ديت لها المنديل بتاعها ولما قالت لها ريح تكفي مامتها قالت لها بطلية تشتكي عرضت عليها انها توصلها للمدرسة والبنت رفضت قالت لها هيقولوا علي طفلة مامتها لسه بتوصلها لكن ده ما يمنعش انها تتحك لما مامتها تتعمد تعمل حركات طفولية في المدرسة اول ما بتشوف التلت بنات داخلين الفصل عليها بتمسك جامد جدا في مكتبها وهما ما بيترددوش يزقوها بيه بتحطوا وشها جوا منديل مامتها علشان تتحمل التنمر وغير كده بتبص على الحيطة وهي كاتبة عليها كلمة مامتها المشهورة ابتسمي بتبتسم فعلا رغم كرهها للوقت اللي بتقضيه في المدرسة البنت الموهوبة وده شيء بيلفت نظر مدرسينها لكن طبعا بيداي التلت بنات جدا واللي بيسخروا منها ومن ألوانها اللي معاها ويكونوا حرسين يلخبطوا حاجتها مامتها بتشتغل عاملة في محل مهبوزات واليوم ده جالها تليفون من المدرسة جرت على بنتها بسرعة وأول ما وصلت لقيتها متبهدلة على الآخر المدرسة قالت لها البنت مصر ان مفيش حد عمل فيها كده وهي اللي لونت نفسها بنفسها أزومي رفعت راسها لمامتها وكانت مأهورة فعلا قالت لها كنت بجرب الألوان مامتها سألتها أي لون هو المفضل ليكي البنت مردتش عليها مامتها استمرت في الكلام قالت لها أنا اللون المفضل ليا هو الأحمر اللون اللي بيدل على الشغف أزومي قالت لها لايق عليكي لأنه شبه شخصيتك وهم راجعين من المدرسة الأم قالت لها بكرة تروحي مدرستك عادي رجبت وراها على العجلة ومامتها مسكت إيديها من منتهى الحنية وكوة في الشغل قوم عليها ولما راحت للطبيب عرفت إنها مريضة سرطان وفي المرحلة الأخيرة فترة بسيطة جدا وحتنتهي حياتها حزنت جدا على نفسها لكن فائت على صوت بنتها وإيه بتقول لها جعانة جدا قابلت محقق خاص واللي قدر يوصل لعنوان جوزها الزوج اللي هجرها من سنة عرفت إنه عايش مع طفلة زغيرة فتاب لحظة إن المحقق بيربي بنته لوحده شايفاني من فوق على العشاء استقبل الطرد من وجبة السلطعون الطرد اللي بيوصل لهم كل سنة في نفس المعادة على البيت من سيدة اسمها كيمي وزيمي كانت مستغربة جدا للستة دي حريصة على نفس العادة من سنين مامتها قالت لها كتبي لها جواب شكر زي كل سنة وزيمي مش لها يا سبب إنها هي اللي تكتب قالت لها كتبي لإن الكبار بيكونوا صعدة جدا من جوابات الأطفال اليوم ده كانت جايبة لها هدية ملابس دخلية جديدة راحت لبيت جوزها واللي أول ما شافته ضربته على رأسه اعتذر لها لإنه هجرها بسبب واحدة ثانية من سنة قال لها سبتك وهي بعد شهر واحد سبتني أنا وبنتنا والغاية دلوقتي معرفش عنها حاجة فوتابة عرفته إنها مريضة وفترة بسيطة وعتنتيح حياتها على العشاء بنتها وصلت بعد ثواني عرفت إن بابها جيه عشان يتعشى معاهم لكن كانت المفاجأة لها إنها عندها أخت أصغر منها عندها تسع سنين حاولت تتقبل اللي بيحصل لكن طبعا كانت مصدومة بابها وقف وراء الباب واعتذر لها قال لها من تسع سنين خنت ممتك ولما اندمت وبعدت شفتها تاني بعد ثمان سنين وقالت لي إنها عندها بنت مني علشان كده مشيت وعشت معاهم وبعد شهر واحد هي عجرتني أنا وبنتنا فوتابة جمعتهم هم التلاتة قالت لهم هنفتح الحمام الشعبي مرة تانية وكلنا حنساعد بعض في خدمة الزباين وحدده معادل الافتتاح الزوج عرف من صديقه إن فوتابة دورت عليه كتير وحزنت جدا وبدأت تفقد في وزنها بسبب حزنها بدأت شغل جوه الحمام الشعبي الأم حالتها بدأت تسوق فعلا وإديها ظهر عليها علامات المرض الزوج سأل الدكتور عن سبب مرضها الدكتور قال له فيه أسباب كتيرة من ضمنها الضغط والحياة الصعبة في اللحظة دي بدأ يشعر إنه هو سبب في اللحة صلها لكن هي رغم كده لسه متفقلة قالت له إيدي كويسة وأنا لسه قادر أعيش الأيام بشكل جميل جدا أزومي بعد حصة الألعاب الرياضية البنات سرقوا لبس المدرسة بتاحها واضطرت تدخل الحصة بلبس الرياضي ولما المدرس ما عجبهوش البنات كانوا بيتحكوا عليها مامتها زعلت جدا علشانها جوزة قال لها ليه مش عايزة تشتري ليها لبس جديد الأم رفضت قالت له مفيش لبس جديد وهي لازم ترجع اللبس اللي تسرق منها الصبح أزومي رفضت تروحي المدرسة طلبت من مامتها تقول له منها مريضة مامتها شدت الغطى منها قالت لها هتروحي المدرسة يلا جهزي أزومي رفضت مامتها شدتها من عسرير بمنطقة القصوى وأزومي طول الوقت بتقاوم ولما وقعوا هما الاتنين على الأرض قالت لها إوعي تهربي لازم تقاومي ولازم تقفي في وشهم البنت قالت لها أنت مش فاهمة بيعملوا إيه مامتها قالت لها أنا فاهمة لكن أنت الوحيدة اللي تقدر يتوقفي تنمرهم عليكي البنت نهارت قالت لها أنا مش زيك شجاعة وإحنا مختلفين عنهم مامتها قبل ما تخرج وقفت قالت لها أنت شجاعة وإحنا مش مختلفين عن حد بعد ثواني عرفت أن بنتها روحت للمدرسة وكانت سعيدة جدا علشانها البنت دخلت الفصل وكالعادة البنات بيتحقوا عليها بيتحقوا أنها لسه بالملابس الرياضية ولما قعدت في مكانها المدرس قال أن اللبسها اختفى مبارح وأنه هو ما بيتهمش حد من الفصل لكن لو في حد عارف مين أخد اللبس لازم يتكلم وبدأ يكمل شرح الدرس في اللحظة دي أزومي وقفت وقلعت كل لبسها الرياضي وبقت بالملابس الداخلية المدرس بيطلب منها ما تعملش كده كل زميلة بيبصوا عليها وبقوا متضايقين جدا قالت اللي أخد لبسي يرجعوا لإني لازم ألبس لبس المدرسة وبعد ثواني بدأت ترجع على الأرض فائت وكانت في مستشفى المدرسة وفجأة لقيت لبس المدرسة على باب العيادة مامتها في الوقت ده منتظروها وهي قال أنا جدا عليها أول ما وصلت كانت لبسها لبس المدرسة ومامتها كانت فخورة بيها جدا قالت لها قدرتي وكنت شجاعة البنت اترمت في حضنها قالت لها في الآخر طلعت جيناتي شبه جيناتك مامتها كانت فخورة بيها فعلا لأنها ما استسلمتش للتنمر الصبح وهي بتنظف المكان لحظت بنت جزها وهي بتسرق فلوس من المحل طول اليوم كانت مختفية وما حدش يعرف عنها حاجة حتى بابها دور عليها في كل مكان ما لقهاش ولما فتحت حاجتها لقيت جواب من مامتها مامتها كانت موعدها أنها ترجع في يوم عيد ميلادها علشان تعيش معاها في بيت جميل ولما عرفت أن النهاردة عيد ميلادها توقعت مكانها رحت على بيت جزها وفعلا البنت كانت منتظرة مامتها قدام البيت وأول ما شافت فتابة بلت نفسها الأم دحكت في وشها وشالتها قالت لها أنا جنبك على العشاء الطفلة اعتذرت ليهم قالت لهم سامحوني واسمحوا لي أفضل معاكم الأم قربت منها قالت لها مكانك جنبنا دايما اللي أربعة بدأوا ياكلوا وكانوا بيتحكوا فتابة قالت لجزها عايزة روح مصر وعدتني في شهر العسل إلا أنا أشوف الأهرامات وكالعادة ما بتوفيش بوعدك ليا وعدتني أن أنت تفضل جنبي وبرضو هجرتني الصبح قالت لبنات اللي اتنين هاخدكم في رحلة لمدة يوم واحد البنات كانوا صعدة جدا وقفت قدام جزها وشكرتوا على العبية اللي أجرها ليهم وقالت أنها تقول للبنات الحقيقة ولما سألها عن إيديها ضحكت من قلبها وضربته بإيديها في بطنه قالت له إيدي كويسة جدا البنات اللي اتنين قربوا من باباهم أزومي سلمت عليه وضربته ليا كمان زي ما متهم عملت وأيوكو ضحكت وعملت زيهم في الطريق قابلهم شاب اسمه تاكومي وطلب منهم توصيلة ولما الأم رفضت اترجاها قالها حكون المرشد ليكم على الطريق ودي موهبتي وفعلا أخدته معاهم عرفت أنه بقاله سنين على الطريق وما عندهوش هدف رغم أنه عنده عيلة قالت له بلاش تعمل كده ارجع لبلدك وخلي ده هدفك وابدأ من هناك واستعلتك آخر يوم وعدها أنه يرجع لعيلته وحيحاول يلاقي هدفه شكرها وعدها أنه يرجع يزورها مرة تانية قالت له ارجع بس بلاش تتأخر وقفوا قدام بناتها قالهم أنه أنتوا محظوظين بمامتكم في حياتكم آخر اليوم كانت تعبانة جدا ورجعت دم في اللحظة دي اتأكدت أنه خلاص ما بقاش عندها وقت أخدت البنات يشوفوا الجبل اللي هي بتعشقه وأكلتهم في مطعم السلطعون الوجبة المفضلة عندهم وهناك اللي بتقدم الطلبات كانت بتتعامل معاهم بالإشارة بعد ما خلصوا أكل ورجعت لبنتها وقالت لها اللي قدمت لينا الأكل هي كيمي السيدة اللي بترسل لينا وجبة السلطعون كل سنة عرفتها أنها مامتها واللي ولدتها وهي عندها 19 سنة ولأنها ما كانتش بتسمع عياتها اضطرت تهجورها قالت لها بعد كده أنا تعرفت على باباكي وقررت لنا ربيكي وتكوني بنتي لغاية ما هاجرنا وسبنا لوحدنا طلبت منها تتكلم مع مامتها ولما البنت رفضت نزلت من العربية وشدتها بمنطقة القصوى قالت لها أنت شجاعة وحتقدري توجي ممنوع تهربي مرة تانية سابتها في الشارع وقالت لها حرج عليك علشان أخذك كيمي قربت من بنتها كتبت لها لو أنت أزومي ولما قالت لها آه الأم عياطت أزومي كلمتها بالإشارة مامتها كيمي سألتها ليه متعلمها لغة الإشارة قالت لها ماما أصارت هتعلمها قالت لي في يوم من الأيام هتحتاجي ليها مامتها كانت تبص عليها وعياطت بعد كم ساعة وصلت فتابة وطالبت مأيوكو تجيب أختها ولما رجعوا لتنين لقوها وقع على الأرض في المستشفى البنتين كانوا منهارين فعلا أول ما وصل باباهم اتراموا في حضنه فتابة كانت بتحلم بمامتها الأم اللي سابتها وهي طفلة وآخر كلمتها حرج علشان أخذك قالت للبنات بحلم بماما يبقى أكيد هي ماتت ولما أموت هتاخدني عندها قالت لهم كده أنا مش خايفة لأنها هتكون جنبي البنتين كانوا حرصين يقضوا وقت فراغهم جنبها في المستشفى أزومي قدت لها هرم قالت لها ده من بابا ولما رجعت لباباها سألها لو شافته البنت قالت له آه وقالت كنت أتمنى أموت في سلام وأنا متطمنة على البنات لكن قالقي منك كبير جدا وصل لعندها المحقق الخاص وكان معاه بنته مايو واللي هي كمان متعلقة بيها جدا المحقق قال لها عندي هدية ليكي وكان عنوان مامتها اتفاجأت جدا إنها لسه عايشها طلبت منه ياخدها لعندها لما وصله هو دخل لوحده وهي كان كل همها إن مامتها ما تعرفش بمرضها علشان ما تحزنش وحتى رفضت تستخدم الكرسي عشان ما تبانش مريضة المحقق لما رجع علها مامتك متجوزة وعندها أولاد وأحفاد ونقرت خالص إنها تعرفك حزنت جدا وطلبت تشوفها من بعيد لما شافتها لقيتها سعيدة جدا وسط علتها ما قدرتش تمسك نفسها ورمت على الشباك التمثال اللي موجود جنبها المحقق شالها بسرعة عشان يجروا جزها كان رافض يروح يزورها وده كان شيء غريب لبنته وصل على البيت تاكومي وعرف إن الأم مريضة حزن جدا علشانها بعد ثواني وصلت مامتها كيمي واليوم ده حضرت اليوم العشا في غياب الأم الأب رقع قدامهم قال لهم ما عنديش غيركم عشان تساعدوني فتابة صحيت على رسالة من بنتها بتطلب منها تطلع للبلكونة ولما خرجت لقت عيلتها عاملين شكل هرم مايو كانت وقفة لوحدها على جنب قالت بصوت عالي أنا أبو الهول وهم الهرم ممتهم ضحكت عليهم البنتين نادوا عليها ماما إحنا هنا تاكومي قالها بفضلك رجعت الوطني ولقيت هدفي كيمي حيتها بعنيها وهي ابتسمت ليها جزء قالها نامي بسلام أنا جنبهم وحكون بدالك ما تقلقيش عليهم انهارت فعلا قالت أنا مش عايزة موت عايزة عيش جنب عيلتي بعد شهرين فعلا اعتمدوا على نفسهم والحياة اللي هي خططت ليها مستمرة في غيابها أزومي حريصة كل يوم تبلغها إن أمورهم ماشية زي ما هي بتتمنى بالزبط في اللحظة دي فتابة بصت عليها وعيونها مليانة دموع أزومي هي كمان مش قادرة تسيطر على نفسها بتحاول تدالي دموحها عن مامتها وكانت دي لحظة الفراء بينهم وهم اللي اتنين ماتت الأم وفي العزة كان كل الموجودين اللي غيرت حياتهم المحقق قال لبنته إن فتابة ماتت زي مامتك لكن هم اللي اتنين حيفضلوا موجودين في حياتنا خرجوا الجسمان في عربية فخمة جدا وخرجوا من البيت بزمارة زي ما هي عملت في الرحلة الأخيرة وصلوا بها على مكان مليان خضرة وحطوا العربية جنبهم وقضوا ساعات في رحلة وكانت رحلتها الأخيرة لما حرقوا جسمنها اختاروا محرقة الحمام الشعبي اللي قضت فيه عمرها كانوا مرتحين جدا ولونها المفضل الأحمر شبه شخصيتها هو اللي كان مالي الجو الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة كلنا حيكون لنا نفس النهاية الحياة بكل ما فيها ما تسوى الشيء جنب لحظة الموت عشان كده عيش حياتك والحقيقة دي قدام عينيكي مهما كان عمرك لكن اختاري تعيش حياة مميزة خلي كل اللي حواليك يتمنى يرد لك أفعالك الجميلة خليكي نعمة في حياة اللي حواليك واخسارة لللي يفكر يبعد عنك خليك النسمة الجميلة اللي تفرج الهموم خليك البراءة اللي تمحي الإساءة خليك الأمل اللي يجبر اللي حواليك يكمل الطريق خليك اللون الأحمر اللي مليان شغف أقولك خليكي زي ما انتي جميلة من جوة وجميلة من برة